زي ما تعودنا دايماً في صباح الخير يا مصر متابعة يومية لفعاليات مهرجان العالمين الجديدة جمال وسحر الطبيعة ونشاطات فنية وثقافية ورياضية وترفيهية نروح هناك ونشوف آخر الأخبار النهاردة اليوم القبل الأخير خلاص يعني من عمر مهرجان العالمين الجديدة في دورته التانية نروح مع حضراتكم للعالمين الجديدة محمود جميل معانا على الهوى صباح الفل عليك يا محمود صباح الخير عليك يا هبة وصباح الخير عليك يا محمد بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان بصبح عليكم من مدينة العالمين الجديدة المدينة الساحرة اللي لزالت يعني فعاليات مهرجان العالمين الجديدة مستمرة رغم أن احنا خلاص بدأنا العد التنزلي في انتهاء النسخة التانية من مهرجان العالمين الجديدة النسخة المميزة المليئة بعدد كبير جدا من الفعاليات المتنوعة سواء كانت الرياضية أو الفنية أو الثقافية يعني خلينا أقول لكم الأول أن نبرح الحقيقة عشنا أجواء جميلة جدا مع فريق الألعاب الجوي المصري النصور الفضية الحقيقة كان في بعض الاستعراضات الجوية في سماء مدينة العالمين الجديدة استعدادا طبعا للعروض الجوية اللي هتكون ما بين القوات الجوية المصرية والقوات الجوية السعودية هتكون النهاردة في سماء مدينة العالمين الجديدة الحقيقة مبارح كان في عروض مبهرة جدا في سماء مدينة العالمين وشفنا مدى الإقبال طبعا من الزائرين ورواد مهرجان العالمين الجديدة في النورث سكوير علشان يشوفوا كل العروض الجوية والحقيقة كان في حالة انبهار وانبساط والحقيقة أبطلنا في القوات الجوية قدموا بعض الاستعراضات الجميلة جدا في سماء مدينة العالمين الجديدة والنهاردة دعوة لكل الناس اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة واللي طبعا هيشوفون عبر الشاشات المختلفة ان هم يتابعوا العرض هيكون النهاردة الساعة 6 مساء القوات الجوية المصرية والقوات الجوية السعودية في سماء مدينة العالمين الجديدة وده طبعا هيكون استعدادا لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء اللي هيكون من يوم 3 سبتمبر وحتى 5 سبتمبر المقبل في مطار العالمين الدولي والحقيقة هيكون فيه مشاركة دولية كبيرة جدا المعرض هيأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وطبعا هيكون فيه 100 دولة مشاركة بالاضافة الى اكتر من 300 شركة متخصصة في الطيران والفضاء فالحقيقة نقلة نوعية كبيرة جدا في مجال التعاون بين مصر والدول المختلفة في النقل الجوي وكمان ان المعرض يكون موجود على ارض مصر فده حدث مهم جدا وفريد من نوعه في الشرق الاوسط وافريقيا الحقيقة الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة هتكون مكملة معانا خاصة بكرة هيكون عندنا يوم مليء بالفعاليات سواء في المنطقة الترفهية اللي هيكون فيها عدد من الفعاليات الرياضية الخاصة بكرة السلة وكمان هيكون في بعض الحفلات الخاصة بالفنون الشعبية والتراثية والطنورة وبالمناسبة مبارح كان فيه عروض جبيلة جدا للفنون الشعبية والفرق التابعة للهيئة العامة لأسور الثقافة وكان مبارح فرقة مطروح للفنون الشعبية بتؤدي بعض الفقرات والاستعراضات الجميلة اللي موجودة واللي كان فيها الحقيقة اقبال كبير جدا من الزائرين كمان يوم بكرة ان شاء الله هيكون كمان عمدنا حفلة فنية هتكون موجودة بالليل هنا في المنطقة الترفيهية بخلاف فرق الفنون الشعبية كمان حفلة ويجز اللي بيتم الاستعداد لها على قدم وصاق في منطقة اليو أرينا فالحقيقة بكرة هيكون عمدنا فعاليات مهمة جدا وهيكون طبعا ختام مهرجان العالمين الجديدة وهو المهرجان اللي قدر يستقطب أكبر عدد من الزائرين سواء من مصر من الفئات والأعمار المختلفة أو حتى كمان من الجنسيات المختلفة يعني احنا بنتكلم على انه خلال الفترة المهرجان كان فيه أكتر من مئة جنسية موجودة على أرض مدينة العالمين الجديدة ويمكن احنا بقالنا يومين وليسه الويك اند هيبدأ النهاردة لكن احنا بقالنا يومين الحقيقة بنشوف مدى الإقبال من الزائرين ورواد مدينة العالمين الجديدة في كل مكان موجود في المدينة سواء كانت المنطقة الترفيهية سواء كان الممشى السياحي أو النورث سكوير ويمكن النهاردة كمان متوقعين ان يكون فيه إقبال شديد جدا لانه خلاص بنتكلم في آخر يومين فيه مهرجان العالمين الجديدة وبنتكلم كمان ان النورث سكوير هيشهد بعض العروض الجوية الخاصة بالطيران في سماء مدينة العالمين الجديدة بالليل النهاردة كمان هيكون عندنا فرق الفنون الشعبية والتراثية التابعة للهيئة العامة لأسور الثقافة فنقدر نقول ان مدينة العالمين ومهرجان العالمين الجديدة قدر من أول يوم للمهرجان وحتى اللحظة دي انه هو يكون فيه فعاليات كتيرة تناسب كل الأزواء وتناسب كل الفئات المختلفة ويمكن دي السماء الأبرز الحقيقة في مهرجان العالمين الجديدة انه هو قدر يجذب كل الفئات من مختلف الأعمار إلى مدينة العالمين الجديدة علشان يستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجودة الحقيقة فالفعاليات مستمرة النهاردة وبكرة ومش تنتهي بل بالعكس هتكون قوية جدا وبندعو كل الناس ان هي تابع النهاردة العرض الجوي اللي هيكون فيه سماء مدينة العالمين الجديدة وحقيقة هيكون عرض مبهر جدا بالنسبة لللي شفناه مبارح وان شاء الله يعني يكون يوم ممتع لكل الزائرين لمدينة العالمين الجديدة وكل اللي بيشوفونا طبعا على شاشة القناة الأولى من خلال متابعتنا للفعاليات اللي هتكون موجودة النهاردة وبكرة في ختاب مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية دي الصورة من مدينة العالمين الجديدة وبرجع لكم في الاستوديو مرة تانية هبا ومحمد دايماً بتنقلنا الصورة كاملة كده بكل تفاصيلها الجميلة من العالمين الجديدة بشكرك شكراً جزيلاً محمود جميل موفد القناة الأولى للعالمين الجديدة شكراً لك حبيبي وصباح الخير